السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الدرس لحنا نتعرف على l-arraylist اللي هي أحدى أنواع l-collections بجابا الآن إذا ردي نعرف arraylist لازم نكتب array list capital letter A capital letter L نعم مثلا a-list حال سوياني a-list هذا declaration للarraylist l-arraylist لازم نسوي لها import من java utl library الآن هذي قلنا declaration إذا ردي أكمل الstatement مثل ما نعرف يعني نشي الأبجكت من عدها الآن نحتاج هذا العلامة اليساوي بعدين نكتب new بعدين نكتب array array list لاحظة الآن هذا الconstructor constructor no arguments هذا ممكن يأخذ إهنونا انتجار هذا الانتجار يحدد حجم هذي الarray حجم هذي الarray حجم هذي الarray بالشكل العام هو dynamic يعني ممكن يزداد ممكن ينقص وبهذا الشيء هي تختلف عن الarray العادية الarray العادية فإذا حددنا حجمها بعد ما نقدر نغيرها بعد ذلك بينما هذي الarray list لا نقدر نضيف لها عناصر نقدر نحذف من حجمها هذا أول فرق الآن إذا ردت أحدد نوع data type طبعا هنا المسموح الموعد data type المسموحة بالarray list هي complex data type يعني مو primitive قسو شون أنا أحدد نوع data type أخلي بعض الarray list سوري أنا لازم هنا بعض الarray list علامة الأكبر من والأصغر من هنا وإهنا هنا أحدد على سبيل المثال عندي نوع complex data type أنت تعرفه هو string طبعا أنت تعرف أكثر من هذا الشيء بس هذا الأوضح string زين لاحظ هذي مسموح بس هسا لو أنا حولت هذا إذا إنتجر لاحظ حيطيني error لأنه هما مسموح فارجع الآن أنا على string زين عدنا للarray list أكو مجموعة من المثال اللي تساعدنا طبعا مثلا حتى ننظيف عناصر للarray list نكتب الرفرنس اللي إحنا سوئنا اللي هو alist ونقل .add ضيف لهذه الarray list لاحظ الآن 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 يدار أضيف طبعا نازل من أن أضيف string لأنني حددت نوع data type فمثلا أكتب اسم على سبيل المثال خلنكتب علي بسيط بعدين نكتب filist.add مرتل لخ خلنكتب هنا مثلا يوسف الآن إذا أريد أضيف بعض فد شيء ثاني يعني هل ما أتين عنصر ثاني لاحظ أقول الرأي dot add زين هل ما الرأي ما رأي حضيف string بالشكل مباشر لا حضيف شيئا حضيف أول شيء انتجر زين أه حضيف أول شيء أو خلا رأيك أيضا يكون أفضل لاحظ إحنا من قلنا dot add مثل ما تتلاحظ هنا عندي عندي إذا تقدر تشوف نوع المثال أو عدة نوع الأربعة بس هذا نحكي على ثنيا وحدا string بالشكل مباشر وهيا حتحطها بنهاية الأرماني الثانية لا index ويا string element هذا شنو حتسوي إذا نختارها نلاحظ index index element هذه الـ index يحدد وين تخلي الـ element هذا داخل الـ array list فمثلا إذا قلت للآن أريده بالposition أو بالإندكس واحد وانطهنا الاسم خلني نقول محمد الزين الآن لاحظت شنو صار عندي حيكتب هاي الـ array علي بعدين يجي محمد بعدين يجي يوسف لأنه هذا مثل ما نعرف يعني الـ index بسم الله السفر هذه طريقة إضافة للـ array list الآن إذا أريد أطبعها ممكن أستخدم مثلا for for loop enhanced for loop فإذا أكتب for مثلا for loop خلني نسوي فقط للممارسة أول شي لازم أحدد data type فأكتب string بعدين أحدد لفد متغير هذا المتغير لح يحمل مثل container لح يحمل عنصر عنصر يدخل داخل for loop هنا أنا بعض لازم أنت اسم array list اللي أنا أريد أسوي لها يعني أنفذ عليها for loop الآن أكتب system dot out dot print print هنا ما رحمت print headline حتى نطبع على سطر واحد هنا سأخلي x أضيف فقط فراغ أو كومة الآن إذا سويت لعدي طبعا إراء لأن هذا العزم colon مسمي يعني dot مو نقطة جاء فوق فارزة فإذا سويت لالآن نرحم طبعا save لاحظ قال لي علي محمد يوسف زين هنا أنا أضيف الشيء واحد أيضا system dot out dot print ln ت ها حتى من أنفذ عملية طبعا ثانية ينزل سطر أول شيء الآن أخذنا أخنا شون نضيف لهذه the array list بشكل يعني append للنهاية ملتها أو نختار position طبعا نقدر نحذف أيضا منها فش نكتب مثلا أي list زين أه سوري ما يحتاج هاي الأقواس نكتب dot هنا نقدر remove لاحظ والremove إما لاحظة الآن إما أختار index اللي يرمو منه أو object اللي يرمو طبعا هنا مجموعة بس ها ندختي الآن على أول اثنين زين فمنكن ال index مثلا نقول remove الموجودة بال position zero أقول يعني semicolon بالأخير الآن أقدر أكتب فقط بشكل مباشر system system dot out dot print line أهنان أشنو حخلي حخلي اسم هذي ال array list الآن أسوي ال run لاحظ طبعا لي بشكل مباشر إنحذفت كلمة علي ليش لأنه هان قلت له remove بنفس ال الآن إذا أبدل إذان طبعا سأبدل هذه زيرو أخلي مثلا خلي نكتب نحذف يوسف زين هاهذف عن طريق String يعني هو يدور وين هذا value خالنون مو ال index لاحظا هذفت يوسف إذن هاذي شون ناد شون نremove اللي أريد أنطي ملحوظة علي ايضا ثانيا انه هسا خل أحذف هذه الأمور قلنا إذن هذا اول مثل ما دا تلاحظ هنا فقط للتأكيد انه مثل ما دا تلاحظ انه بعد ما اضفنا عناصر ونفذنا عملية for loop وطباعة قدرنا نحذف من عدها قدرنا نضيف هذا معناته dynamic array array متغيرة بالruntime عندما البرنامج مالتدا يشتغل هذا الشيء ما قدر أسويه هي ال array العادية الان هسا حدفت الان انا لو ردت على سبيل المثال هنا اخلي انتجار هنا اخلي انتجار مثل ما دا لاحظ دا يمطيني error لما استخدم primitive data type الانواع الاساسية شو انا احتاج انتجار شو انا اسوي تستخدم شو انا نقول كوفيلنت complex data type اللي هو هنا مثلا عندك انتجار هذا تكتب انتجار الان انت تقدر اضيف انتجار صوحة نشوف نفس العملية طبعا هكتب مثلا هم ال array list dot add هنا الان هكتب اضيف مثلا مية واقدر سبيلها system dot out dot print system dot out dot print line هنا نكتب نجي نكتب ال array list الان اذا سبيلها run مثلا ما دا تلاحظ طبعا لك المية ك array list مزيلا هذا شيء ثاني و بالمقابل مثلا ايضا عندك مثلا اذا long هذا احد انواع ال primitive type هذا ما مسموح شو نسوي long هذا هو المكافئ الى ال complex المكافئ الى بس طبعا اهنان هذا الان لازم اعرف بالl مزيلا هذا ال ال حتى اميزة عن الانتجار هذه الامور انا شرحتها سابقا طبعا هاي بعد لازم ابدلها هاي هي ال array list بشكل عام مفيدة اكو تحذير واحد حا اقول عن هاي ال array list اذا كانت ال array list ماتة كبيرة جدا فوق ال الف عنصر كذا يعني كبيرة ال array list ممكن تكون بطيئة فاكو انواع ثانية نتعرف عليها اللي هي يسموها linked list ذي شي اللي حنستخدمها اذا كان عندنا array list طويلة واريد نضيف عناصر مثلا بالبداية مو بالنهاية بالنهاية دائما ال array list جيدة مع السلامة ونشوفكم درس قاتل